هيا يا رفيق الدرب أيا نسلك النهج السوية في سبيل الله نمضي نقتفي فيه النبي نبعث الحب أريجا فائح العطر شذيا نملأ الآفاق نورا وابها أنسر مديا يا رفيق الدرب أيا نسلك النهج السوية في سبيل الله نمضي نقتفي فيه النبي نبعث الحب أريجا فائح العطر شذيا نملأ الآفاق نورا وابها أنسر مديا وإخاءا صادقا عذبا نقيا أريحيا يا رفيق الدرب أيا خذ يميدي يا أخي يا رفيق الدرب الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنة إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولهم فقد فاز فوزا عظيما أيها الأخوة الأحبة جنات الفردوس هي جائزة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الصادقين وهي سلعة الله تبارك وتعالى It's the commodity of Allah سبحانه وتعالى جنات الفردوس Allah سبحانه وتعالى has prepared it for the true believers Who are those true believers who will inherit جنات الفردوس وكوى من انت الصادقين تدح لي جنات الفردوس هذا هو السؤال الذي أحاول أن أجيب عليه في هذه الدقائق المحدودة For these few minutes I would like to answer about this question Who are those who will inherit جنات الفردوس الله تبارك وتعالى بيّن هذا الجواب في القرآن الكريم And I will only choose one surah from the Qur'an and few verses Allah سبحانه وتعالى explain it explicitly clearly Who are those what's their characteristics what's their attributes what's their traits that qualified them to inherit the Jannah A man of the companions asked Aisha رضي الله تبارك وتعالى عنها What was their traits and characters of the Prophet صلى الله عليه وسلم She asked him one question Do you read the Qur'an? He said yes She said do you read Surah Al-Mu'minun He said yes Then you have seen the characters of the Prophet صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوسهم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى has mentioned in this verse the traits of the true believers number one they are humble in their salah خاشعين وقوى الصلاة الضوضة كخشوعا وصفة كوى صلاة الضوضة أي خشوعا number two they avoid ill speak عن اللغو المعرضون هذا التراض يهددك باطل كأه واددك اللحظة وأن كل لحظة number three they do the zakat they pay the charity from their wealth what Allah سبحانه وتعالى has granted them وحي لا هي سيية أيها سكذا كب حيا يصدق الله number four they maintain their private parts وحي دوران وكالدوران نفطوض فاحشد يزند يحمان number five they are trustworthy they keep the amana they maintain the trust they keep their promises وحي إلاليان بل مهوضا وحي إلاليان هذا الكيكوه الليان يأمانده أي إلاليان those are the five traits الله سبحانه وتعالى has mentioned and again الله سبحانه وتعالى has sealed those traits again with the salah الله سبحانه وتعالى started with the salah خشوع الصلاة and then الله سبحانه وتعالى sealed it and ended it with maintaining the salah إلالي سبحانه وتعالى صلاة ذا أهمية ذا درتها طح والبأو خير إني أساس أطاي خشوع ذكم بلاوي إلالي تيدنا وكل مهي الله سبحانه وتعالى قذفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حيقولهم ماتي أيضو والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس if you want, if you're asking yourself if you are competing for the Jannah those are the traits of the people who will inherit the Jannah and there is a rواية from إمام البيهقي رحمه الله تعالى وقل يهي إلهي سبحانه وتعالى مركوا جنة ذا سمية أيو يره when Allah سبحانه وتعالى created the Jannah as Imam Bayhaqi narrated he told her to speak out and she said قد أفلح المؤمنون really and the مؤمنين are those who succeeded succeeded in the dunya and succeeded in the hereafter أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفرون والغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وتمسك بسنة إلى يوم الدين أما بعد والأليال my dear brothers and sisters this is only one message to myself and to every and each of us whether it's young if you want to succeed in your life your entire life maintain and be humble in your salah صلى الله عليه ودور خشوع عادنا كجهات سكت دي هنا خشوع عاد هذا الشوء عاد نمس the خشوع is the first thing that this أمة will last it as the prophet صلى الله عليه وسلم clearly mentioned ووحاوهور هي أمة دعوين يسوخ خشوع إلا أراجت ضد المساجد بوحينية صلى روايات كاركو الشيقية معنى if you don't have humility in the salah it will be just a practice normal practice it will not be the true salah which will connect you to Allah سبحانه وتعالى if you want to succeed in your life your private life with your wife with your children your house maintain the salah and be humble with it صلى الله عليه حتى الدون إذا صلاحة في حياتك ستصلح جميع أمورك إذا صلحت الصلاح عندك ستصلح علاقتك مع الله if you maintain the salah and you correct it and you maintain it time-wise خشور completing the salah making the نوافل with it completing it then you will have a good connection good connection good relation the best relation with Allah سبحانه وتعالى especially some of the prayers part of the prayers especially صلاة الفجر الله تبارك و تعالى mentioned in the Quran that it is a prayer which is witnessed by the angels it's the only salah Allah سبحانه وتعالى mentioned in the Quran داد ملائكة يشهدونها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا then Allah سبحانه وتعالى mentioned some special salats حافظوا على الصلوات that's in general وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين the prophet صلى الله عليه وسلم mentioned some special salats like the فجر like the عشا that if you pray صلاة الفجر in جماعة and you pray صلاة العشا in جماعة then you will be written that you have prayed the whole night the night now is very long during the winter it's two hours almost you will be written that you have been standing and praying all that all these hours just because you attended salat الجماعة in the عشا and you attended it in the salat الفجر اللهم بعيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك أن تصلح همورنا وأحوالنا في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلادهم اللهم آمنهم في أوطانهم اللهم أولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم اللهم أصلح بلد المسلمين عامة وبلدنا خاصة يا أرحم الراحمين اللهم أنزل عليهم الأمن والسلام يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسلك العافية في ديننا والدنيانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اصلح ابناءنا وأبناء المسلمين اللهم فك أسر المسجونين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير وصلوا وصلوا على الهادي البشير وسراج المنير إن اللهم ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وتمسك بسنة إلى يوم الدين واقل صحبه